مرحبا بكم مشاهدين الكرام وأحداث النهار ومتابعة لكل التطورات على الساحة المحلية والدولية والعالمية نبدأ أحداث النهار لهذا اليوم بالأنباء عن التعديل الوزري المرتقب مصادر تحدثت لأخبار النهار عن أن هذا التعديل الوزري يشمل عشر حقائب وأربعة من نواب الوزراء هذه المصادر صرحت لأحداث النهار بأن الوزراء المرشحين في هذا التعديل الوزري هم جلال سعيد وزيرا للنقل داليا خرشد للاستثمار خالد العناني للأثار محمد محمود سعفان للقوى العاملة أشرف محمود قدري لقطاع الأعمال العام عمر الجرحي لوزارة المالية يحيى راشد للسياحة محمد عبد العاطي للري محمد حسام أحمد علي للعدل وشريف فتحي للطيران المدني نعلم جميعا أن الحديث عن هذا التعديل الوزري يدور منذ فترة كان الحديث في البداية يتروح ما بين 7 و 8 حقائب بطبيعة الحال حتى سابقا لإقالة وزير العدل أضيف بعد ذلك بطبيعة الحال حقيبة العدل بعد خروج المستشار الزند الآن لدينا حديث عن أربعة لنواب الوزراء ربما خلال الساعات الماضية كان هناك حديث عن الإعلام هل ستكون هناك عودة مرة أخرى للوزارة هل يدور الحديث عن هيئة للإعلام يرأسها من هو على مستوى وزير ربما هذه الأحداث أو الأخبار التي وردتنا من مصادر للنهار اليوم لا تشمل حقيبة أو هيئة للإعلام بطبيعة الحال يبقى الحديث عن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية هو الحديث الفصل بهذا التعديل الوزاري نتحدث عن رابع حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت البداية مع حكومة المهندس محلب الأولى ثم الثانية ثم حكومة شريف إسماعيل الأولى هذا التعديل يكون به رابع تشكيل لحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من التفاصيل في